قالت المندبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ساماثا باور إنه يتعين على المجتمع الدولي العمل بشكل جماعي لإصلاح سد الموصل الذي يواجه خطر الانهيار وجاءت تصريحات باور بعدما ضيفت الولايات المتحدة الأمريكية والعراق مؤتمرا مع مسؤولين بالأمم المتحدة وخبراء بشأن السد الأكبر في العراق الذي يفتقر إلى الصيانة مؤكدة أن السد لا يزال قابل للانهيار اشتركوا في القناة